اشتركوا في القناة 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 ولكن قال له هذا أيضا أنه سيتحكم عليه أنه سيكون ليس عارف الحقيقة ليس عارف أيضا الحقيقة عند النصر قال له لا أنا كده أو كده في كل الأحوال أريد أن أعرف الحقيقة رجع وقعد يدور مرة أخرى وقعد يسأل يسأل لحد ما فيه حد قال له إن أنا أعرف حد موجود بيتعو إلى الدين الحنيف وكان في رضا التعليم الدين الحنيف كانت تكون موجودة فقال له أن الدين الحنيف كان النبي الله إبراهيم ولكن تعليمه لم يكن موجودة تترقن هو الوحده؟ لا، كان معه ورقة ابن الأورس في هذه الرحلة عندما راح زايد وسمع كلامه فهو لا يريد أن يصل إلى الحقيقة فهو موجود في الشام راهد قال له إن نبي قد أوشك زمانه فإنه يخرج من عندك من عندك تاني، اللي هو فيه؟ الجزير العربية وقال له إن هو يرجع لها مرة تانية وبالفعل زايد رجع مرة تانية وقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي في الوقت ده لم تكن نزلت عليه الرسالة زايد كان من سادة قريش فكان قاعد مع القريش فهم عملين أكل والأكل ده كانوا هم دبحين فيه فزايد قال مش هيكل أي حاجة إلا كان اسم الله عليها هو ده اللي هو يقل غير كده مش هيكله ومن حظه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جمع فزاق الأكل كده لسيد نبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً لا بيأكل منه ما كانش وهنا تقابل زايد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزل عليه الرسالة زايد فضل موجود في مكة وكان بيدعوهم إلى الدين إبراهيم الحنيف وترك عبادة الأصنام ولكن ما تقبلش بشيء كويس بالعكس بل إنه قريش أهانته وبعض الروايات إن أخوه من الخطاب كان بيدربه عشان بيدعيه فزيد كان مستنداً بظهره إلى الكعبة وقال يا قريش والله إن ليس بكم أحد على دين إبراهيم إلا أنا ومستنداً بظهره وعلى الكعبة وكان يقول الله سبحانه وتعالى لو كان يعلم كيف يعبده لعبده وكان يسجد على راحلته ما كانش عارف ولكن كان بيحاول إنه هو يقدر يعمل أي حالة وفضل يحاول يتعبد مع الله يتعبد الله سبحانه وتعالى ويحاول يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبيدعو أي حد وقيل في رواية إنه ورقة بنوفل أخفى ما كان يدعو إليه زيد وكان بيجتمع هو زيد مع بعض الوحدهم كده وكان هم بيقعدوا ما كانش عجبهم يعني أوضاع قريش مروا قدت من الزمن وزيد أحسل من خلاص نهايته الرابط في الوقت ده كان موجود ووصل أحد أصحابه وقال له إني قد آمنت بالرسول قبل أن يبعث أنا آمنت به خلاص قبل أن يبعث فأشهده أني قد آمنت به وإن لم ألحقه فألحق ولدي سعيدا به فكان سعيد بن زيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عشر مشترين بالجنة وكان من أوائل الناس التي أصبقت إلى الإسلام وبعد زور النبي صلى الله عليه وسلم سأله سعيد عن أبي سبحان الله الملك سأله عن أبي وقال له إني أرى زيدا في الجنة فسألوه عن اللبس بتاعه ولابس إيه فالنبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه جلباب وجلباب طويل ماشي وراء بأنه هيبعث بيني وبين عيسى يوم القيامة كأمة لوحدة فسبحان الله سبحانه وتعالى والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وبإذن الله هنتكلم جميع شوية في الحروب اللي كانت بين الأراب وهنبدأ نتكلم في الحروب لحد ما نخلصها إن شاء الله ونتكلم كمان أيضا في بداية ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ونجيب كل الأحداث اللي جاية مع بعض خليكم معي وهنبدأ دلوقتي أول كلامنا عن حرب الفجار الأولى حرب الفجار وبكلمة أخرى الفجار حرب الفجار ابتدت عن طريق شخص كان من كنانا الشخص ده كان اسمه البراد بن قيس الكناني البراد بن قيس كان من قبيلة كنانا والبراد ده كان الراجل إيديه دايما دم يعني أي حد في أي قبيلة مش عدبه يروح يخلص عليه هو كان عدب كنانا دايما وكانت كل قبيلة هو يقتل منها واحد كانت تروح لقبيلته وقبيلته كانت تدفع الدية فضل الموضوع ده كتير أي حد يقابله البراد ما أعجبهوش يروح يقتله هو ما سابه كده مش عارف الراجل ده عايش لي يعني المهم فضل للوضع ده فترة من الزمن البراد يقتل واحد يروح يختفي فترة تروح لقبيلة التانية تروح لقبيلته يدفعه الدية والموضوع يخلص لحد قبيلته مزئت منه وتردته البراد يسكت لا راح لمن راح لأعز العرب كريش راح لكريش وقال لهم أنا عايز أكون موجود عندهم كان القرب مشهورين أنهم أهل الجوار والزمة يعني أهل الجوار يعني أي حد يروح يستغير بيهم يعني يستخب عندهم أو يحموه هم كانوا يحموه دولة كانوا كريش البراد راح لهم وبالفعل أغارو وهو ما سجدش برضه في كل أحوال كان يقتل ويرجع لقريش وقريش تثفى عدية يقتل وهكذا هو كل حياته أتل 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 المهم بعد كده قريش هي كمان زهت منه وتردده أصبح البراد سعلوك من سعاليك العرب بالرغم من أنه من كنانا ولكنه أصبح من سعاليك العرب وده كانت دايما من أفعاله في الوقت ده ملقاش مكان ليه هيروح فين هيروح فين هيروح فين راح للحيرة العراق وكان بيحكم الوقت ده النعمان ابن المنزر النعمان ابن المنزر كان زيه زي أي ملك ليه تدرده في موسم الحج يبعث التجارة مش هو اللي بيروح عليها لا 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 كان هو بيبعث أي حد البراد حاول يتقرب من الملك لحد ما تقرب منه بالفعل وجاء بدأ وقت الحج وكل قبيلة من قبائل العرب تروح على مكة وتحديدا سوق عقاظ وهنتكلم على سوق عقاظ ده بعد شوية بس يشوفوا البراد عملي الأول الملك النعمان واقف قال من يجير البعيد يعني من يقدر يحمل قافلة رد عليه البراد وقال له أنا واحد معاه واحد تاني اسمه عروة عروة ده كان سيد قبيلة هوازن ومش هوازن بس لا هو كان سيد قبيلة هوازن وغطفان سيد هوازن وغطفان اسمه عروة الرحال وهوازن وغطفان دولت في قبيلة تانية اسمها قيس عيلان هو قبيلتين دولت كانوا يأتمروا بأمره يعني الراجل ده لو قال لهم يمين يبقى يمين شمال يبقى شمال ما فيش مشكلة عندهم خالص هو الراجل ده سيدهم هو الراجل ده اللي بيعملوا بأمره كل حال عروة كان موجود مع الملك النعمان البراد قال أنا فرح عروة قال له أكلب من سعليك العرب كلب من سعليك العرب يقودها فرد عليه البراد وقال له أنت تجير البعير قال له نعم قال له ومن كنانة لأن طبعا كنانة قبيلة جدرة جدا قال له وأجيرها من كنانتي ومن العرب اللي اتنين في الوقت ده الملك النعمان قال خلاص عروة هو اللي يخد طبعا أمر طبيعي لأن البراد في كل قبيلة أتلوا واحد ولا اتنين فيعني لو مش هي أفضل يعمل مشاكل كتير وفي نفس الوقت والملك النعمان كل اللي يهموا تجربوا صحيح يخرج معها الفرسان وعبيد لحماية القافلة ولكن هو برضو فقوه في الآخر عايز أنه قبيلة توصل بأقل المشاكل في الوقت ده خدها عروة وخرج بيها من الحجرة هنرجع بقى في وقت قريب الفرق بينهم أيام بس في أحداث حصلت هنا وفي أحداث تانية حصلت هنا نرجع لمكة والسوق عقاص مكة والسوق عقاص ده كانت نقدر نقول إن هي يعني مركزة السوشال ميديا السوشال ميديا الأيام دي وهي دي كانت تسوق عقاص بمعنى إن الملك النومع في العراق وفي الثاني في الحجاز وفي الثالث في الشام وفي رابع في اليمن دول كل دولة فرسان وفرسان كتير بس يعرفوا بعض إزاي هم هيعرفوا بعض إزاي كانوا بيروحوا في سوق عقاص سوق عقاص هناك كان يروح الفرسان الشعراء والبضايع وإن نتكلم في الفرسان والشعراء كل قبيلة تاخد الشعراء بتوعها ويبقى فيه مناظرة بينهم زي إن أبغا السوبياني كده والمتنبي الناس دي كلها وصلت لنا وصلت لنا بنقل الأحداث وإن كان وجودهم دايما في سوق عقاص وفي سوق عقاص ده كل الناس بتعرف بعض فرد الشعراء بيتكلموا هناك في أول يوم في سوق عقاص واحد شعر طلع وقال قاعد يتفخر بنسبه وأنا من قبيلة كنانا وأنا 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 طبعا فيه واحد تاني قاعد من قيس علان بسي مش عاكبه الكلام ده الشعر ده هو قاعد قتبها قال اللي يقدر إنه يضرب رجله بالسيف يضرب وبالفعل خرج واحد من هناك ومن قبيل قيس علان وشت السيف بتاع وراح ضارب رجله بالسيف وهنا اتجمعت من كنانا وانا اتجمعت ناس تانية من قيس علان ولكن الموضوع خلص بسرعة لأنه هو كده أو كده اعتبروه إنه وتعدي على كل القبائل في الأشهر الحرم والأشهر الحرم كان لا يبس فيها القتعل ومن يقاتل فيها كانوا العرب يرقبوه بالفاشر عشان كده اطلقت حرب الفجار أو الفجار المهم في أول يوم حصل الموضوع ده وبدأ الشعر ده يتكلم ورد تاني رد عليه بالسيف وهنا خلص الموضوع وخلاص وانتهت على إنه هو الغلطان والموضوع منتهي تاني يوم كان فيه امرأة جميلة جدا جميلة جدا 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 لأن من شدة جمالها كانت لابسة البرقع ولكن البرقع ما خبأش جمالها ففيه شباب من قريش كده بموبدين شفوها أوقفوا قتمها وقالوا لها إيه قرينا وجهك احنا سنشوف وشك فهي رفضت طبعا من الموضوع ده وفضلت قاعدة والشباب ما سكتوش يعني قعدوا يرخموا عليها يعني بمعنى أصح وطبعا لأنه نحن عارفين أنه قريش عز العرب فكان المفهوم ده راسخ عندهم موجود أنهم عز العرب هم يعملوا أي حاجة وطبعا الموضوع ده تسبب في الحرب ولكن في الوقت ده هم عملوا حاجة مش ظريفة الستي دي كانت بتلبس لبس عبارة عن قطعة واحدة زمان العرب ما كانش عندهم قطعتين وثلاثة واربعة يعني وكان كله قطعة واحدة وكانتلبسها البرقع عليهم الشباب دولة أقوم بينفكين جزء من الملابس فهي قد تقوم فالهدوم بتاعتها ظهرها بان فلما ظهرها بان الشباب تحكوا عليها وقالوا لها كنا قلنا نشوف وشك فانكشفت عورتك طبعا هنا الست قامت وقعدت تصرخ في قبيلة قائسة علام إن ده حصل من شباب قريش وإن شباب قريش اعتدوا عليها وده عند العرب كان ما ينفعش السقوط عليه وبين هنا اتجمع شباب من قيسة علام وهنا اتجمع شباب من قريش الشباب من قريش الشباب من قيسة علام قاتلوا شباب بتاع قريش وقتلوا منهم اتنين قريش طبعا ما سيكتش فلات لهم كمان اتجمعوا اتجمعوا وقاتلوا اتنين من قيسة علام وهنا انتهى الموضوع برضو ايضا ان اتنين قتلوا من هنا واتنين كمان قتلوا من هنا فهنا الموضوع خلاص انتهى بس هو انتهى على ارض الواقع لكن النفوس ما كانتش انتهت لان في اليوم الاول حصلت الحرب دي اليوم التاني موضوع الست ده اليوم التالت وده اللي حصل فيه حاجة تانية حانس هنتكلم في هذا اليوم التالت كان فيه رجل من كينانا الرجل من كينانا ده كان واخد يعني قدر نلكل بضاعة من رجل تاني من قيسة علام ايضا من قيسة اللي منخدم له بضاعة وقال له سبني للعام الجاي انا لما شوفك هتديك الفلوس بتاعتك وبالفعل دي كان التجارة بتحصل معهم دايما انهما كانوا بياخدوا من بعض وبعد كده يقابلوا وبعد سنة يديلوا تمن البضاعة بتاعتك دي كانت حاجة منتشرة بين العرب وفي مواقف حصلت بعد كده هنتكلم فيها زي مواقف الصحابي الجليل صعيل ابن عمر ولما قدت الدين اللي كان عليه اليهودي مش عليه هو على واحد من قريش يعني هنتكلم في الموادات دي ان شاء الله مع بعضه واستفاده المهم اليوم التالت الرجل كان مدينه البضاعة فقابله في السوق قال له انا عايز الفلوس بتاعتي رد عليه وقال له انا مش معايا فلوس دلوقتي سبني الى العام القادم وهتديك الفلوس بتاعتك الراجل طبعا ما عجبوش الكلام ده وهي في وضعه في الاوفي الاخر هي فلوسه وحقه ولكن الراجل ده عمل حاجة تانية خلى راجل معادي معاه ارد مسج الارد ده من الراجل وقال من يشتري هذا القرد ويوفي دين الكناني ان ياخد الاشتير الارد ده من الراجل ده وبكده يبقى وفى الدين بتاع الراجل الكناني انهم يا قوم على ما تقتطلون اتقتلون بعضكم بعض من اجل قرد انت تقتلوا بعض شان ارد هنا اتحكمت العقول وعقلوا الكلام وقالوا لا خلص وهنا الراجل ده دفع ديته وخلاص خلصنا على كده وعدى اليوم التالت زي ايما هو وفى اخر اليوم التالت قبل ما يعدي تيجي رسالة ايه هي الرسالة الرسالة راحت لعبدالله ابن جدعان عبدالله ابن جدعان سيد من سادة كرش جات له الرسالة وهنتكلم على الرسالة شوية ولكن هنرجع مرة تانية للبراط البراط خرج عبدالله اه اسموه ايدي اسموه السايله بشوية عروة خرج عروة بالقافلة والبراط خرج وراه بالفرس بتاعه وفضل ماشي جان بالقافلة شافوا قالوا انت اين اللي جايبك هم البراط قالوا اتخير ان اقتلك فقالوا امشي 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 تتلمين يعني هو موجوده معه حراسته حواليه هتتلمين يعني وما اسمعش كلامه وخذ بعضه ومش خلاص الموضوع انت بعدها بشوية قرر عروة ان القافلة القافلة هتستريح في اليوم ده خلاص هيستريح في المكان ده لما أم جم القافلة بدأت تحط حاجتها وكل ينصب الخيم بتاعته وبعد منصب الخيمة بتاعت عروة دخل عليه البراط وقال له يا براط إنها زلة لسان فلا تأخذك الحمية يعني كان زلت لسان مني إن أنا قلت عليه الكلب يعني سمحني ما قصدش يعني ما قصدش إن أنا قوله عليك كده ولكن البراط هيهات الكلام ده ما بينفعش معاه ومجرد ما قال له كده شبد البراط السيب بتاعه وقتله وبعد ما قتله وركب الفرس بتاعه وهو ملسم وفضل يجري في الصحر بعدها خرج اتنين من قبيلة اتنين من رجالة عروة اللي هو قيس علاء سيد قيس علاء خرجوا اتنين وراء وراء البراط يجروا يشان يشوفوا مين ده لكن هم عارفوا إن البراط هو اللي قتلوا عروة اللي بتنظر جريه كده وراء هم كمان بالخيل على مسافة طويلة كده لقوا راجل قاعد جنب ستحت صخرة كده وراءت الخيل فيها وقاعد فقالوله ارأيت البراط البراط قول ما شوفهم خائف طبيعي يعني انتون اتنين عليه هيتلون فقالوله ارأيت البراط فهنا قلبه اتطمن قوي لأنه خلاص عارف ان هم قردي مش عارفينه هم لو عارفينه ما كانوش هيسألو عليه امر طبيعي يعني فقال لهم البراط انه رجل قاتل هو راجل قاتل قالوا له ماشي قال لهم استريحوا معايا هنا ومن بكرة هنبتدي كلنا ندور على البراط ونقتله وهو ما قالهمش انه هو البراط سابهم ناموا تاني يوم للصبح هو اخذ الفرس بتاعه ومشي مسافة ورجع ورجع بينادي عليهم ام الاتنين قال لهم لقد رأيت البراط انا شفت البراط خلاص فالاتنين قالوا نجي معاك قالوا لا واحد دي يجي معايا والتاني يبدل موجود هنا جنب الحاجة بتاعتنا يحميها اللي هو الخيل والاكل والمتاع وكلام دي قولهم وهد يوم راح معا وبالفعل يمشي معا لحد مراه وكده بحيط تفادي يقدر نقول عليها خرابة يعني وقال له البراط هنا هو دخل والبراط دخل وراه اول ما دخل عشان باش حد شايفه شد السيف وراح ايه قاتل بعد ما قاتلوا البراط رجع لصاحبه وقال له ان صاحبك خوار خارع صاحبك اللي عامل فيها بطل الابطال ده خوار خارع جبان اول ما شاف البراط جري قال له انا اشجع منه قال له خلاص تعال انت كماء خده وقال له وداه وراه وفي نفس المكان وقتلوا البراط وقال له كده البراط دي بقتل ثلاثة من قيس عيلا طبعا البراط بعد ما قتلهم خد بعضه ومش وكتب رسالة وبعتها لمين لعبد الله بن جدعان في مكة المجرم عبد الله بن جدعان قرى الرسالة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده البراط لا القبيلة كلها هتروح عشان تقاتل كنان كنانة كلها كوريش بالله حواليه ايه ده رايحة عشان ياخده حق سيده في ردة وصلت الرسالة الاول لعبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان لم سادت كوريش وكان عبد الله بن جدعان اي حد بيخش عنده الاول يفكر يخش سوق عقاظ لازم يسيب كل اسلحته عنه ما يبقاش معاهم اي اسلح اي حد جاي من بر في الوقت ده وصلت الرسالة فرح له ابو الصحابية ابو صفيان ابن حرب حرب ابن عمية في الوقت ده رح له عبد الله بن جدعان وحرب ابن عمية ابن عبد شمس وابن عبد شمس ابن عبد مناف يعني عبد مناف ما خلفش هاشمه بس لا هو خلف عبد شمس كمان وخلف نوفل تاني بان يعني ان شاء الله انا اذكر لكم اسميون كلهم بالكامل هو خلف عبد شمس وعبد شمس خلف قمية وقمية خلف حرب حرب رح له وقال له ما تديش اي سلاح لاي حد من قيصة علان بدهم شاي سلاح فقال له اتأمرني اتأمرني بالخداع انت عايزني اخداعهم بكون خايل والله لا افعل والله لا افعل انا ما اعملش اي حاجة من كده وندى عبد الله بن جدعان فيهم كلهم ان كل واحد ليه سلاح عند عبد الله بن جدعان يروح يارب وبالفعل كل واحد خاد سلاحه من عند عبد الله بن جدعان ومن هنا سادة قريش خادت كل قوافلها ومش يدعان في الوقت ده كل الناس مش فهم ايه اللي بيحصل وليه ده حصل وليه كل واحد خاد سلاحه وليه سادة قريش مشه هم مش فهمين اي حاجة وفي استغراب الى ان اتت رسالة تانية الى ميبقى سيد قيس عيلان الموجود في سوق عقاص ما هو موجود في سوق عقاص هو الكبير بتاعهم بيكون سيد المكان اللي هو موجود فيه في الوقت الحالي جات له الرسالة بتقول ان البراط اتل عروة وهنا فهمه ليه عبدالله ابن جلعان ادى كل واحد سيفه وادى كل واحد كل السلاح اللي يخص في الوقت ده قيس عيلان قالت لا احنا مش هنرجع بالعكس هم مشوا وراء قريش وهنا بدأت حرب الفجار الاولى وتقاتلوا مع بعض خلص اليوم كل اولاني بعد ما ده اتروا من دولت ودولت اتروا من دولت وخلاص والموضوع خلص على كده لا بعد اليوم ده ما خلص قالوا لقريش سنأتيكم العام القادم وفي نفس المعادة احنا جيني الساعة جاية وفي نفس المعادة وبرضو هنتقاتل وبالفعل مر السنة وجدت قيس عيلان هلص تمام موجودة وفي الوقت ده جمعوا في معادهم وانتظروا قريش ان هي تخرج له ولكن لما راحوا هناك لقوم ان قريش بسا مجدش وقفوا وقالوا خلاص ان القريش مش جاية وقريش خايفة حربنا طبعا ده عنده قريش مستحيل انه يحصل ان القريش اعز العرب وما ينفقاش ان هيبتهم تتهز قدام العرب تحت اي ظرف من الظروف وده اللي حصل في صلح الحديبية مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم ده نتطرق له ان شاء الله وزي ان القريش وفد لسيدنا النبي وقالوا ان احنا القريش ونحن عز العرب ولو سمعت من العرب لهن في انظار العرب يعني موضطة بالكلام اللي بنحك فيه ان شاء الله في الحلقات الجاية بيزن الله مع بعض هنا واحد من قيس عيلان تصعد على الجبل فلقى ان قريش جاية فقالهم يا اهل قيس استعدوا واعدوا فان قريش قد اتت لكم خلاص قريش جاب وابتدت الحرب بما بين الاثنين بالفعل وكانت الغلبة في البداية لقريش ولكن صبرت صبرت قيس عيلان صبرت قيس عيلان تحت سيوف كنانة الى ان هربت قبيلة بقر هربت قبيلة بقر هنا انقلبت الدفة على قريش عبدالله ابن جدعان في السنة الاولانية دي جاهز مئة فالس على حسابه وهنا الخلص اليوم ده وكل واحد فيهم رجع تاني لمكانه وبرضو قالت قيس عيلان احنا جايين السنة اللي جاي برضو السنة اللي جاي احنا جايين تاني سنة في نفس المعاد تالس سنة بقى عفوا في نفس المعاد جات الجمعة التاني قيس عيلان وتجمعت تاني خريش وقامت الحرب بينهم وكانت الغلبة ايضا لقيس عيلان وانتهت السنة التالتة ديت بعد ما كل واحد فيهم قالوا ان احنا جايين السنة اللي جاي السنة اللي بعدها جاء عبدالله ابن جدعان وجهز الف الف فارس من ماله الخاص الف فارس بأسلحته بكل حاجة وتجمعوا وهنا خرج البني امية اللي هو مين؟ حرب ابن امية ابن عبد شامس اللي هو ابو سفيان ابوه وقالوا ان هذا اليوم ان هذا اليوم اما ان نموت او نهزم قيس عيلان في الوقت ده عروة المشعوره في الوقت ده مسعود عفوا مسعود الثقافي متجوز من سبيعة سبيعة مين؟ سبيعة بنت آلة عبد مناف عبد مناف اللي هو الاب لعبد شمس وهاشر هو ابو اللي تهين فدخلت فقال لها زوها ما يبكيك يا سبيعة انت بتبكي ليه؟ قالت ابكي على اهلي انهم في السنة الاولى غلبوهم والتانية غلبوهم والتالت غلبوهم فقالت ابكي على اهلي انا يبكي على اهلي من يعني هم عارفين انهم خلاص لحين وهينتصروا قالت ابكي على اهلي فرد عليه وقال لها يا سبيعة من دخل خيمتكي فهو آمن من دخل خيمتكي فهو آمن آمنت سبيعة وخرجت وقالت يا بني كنانة يا معشر قريش من دخل خيمتي فهو آمن من دخل خيمتي فهو آمن وابتلت الحرب بين الاثنين ولكن هنا حصلت حاجة تانية خالص معجازة بقى ان هنا الغلبة كانت لقريش وانه قريش في السنة دي قتلت الكثير والكثير والكثير من قيس عيلان الى ان وصل اليها حرب ابن امية وصل الخيمة اثنين سبيعة وقال لها يا عم يا عم من دخل خيمتكي فهو آمن ومن تمسك بها فهو آمن ومن ضار حولها فهو آمن وانه خرجت سبيعة وقالت لبقى قيس عيلان من دخل خيمتي فهو آمن من تمسك في خيمتي فهو آمن من ضار حول خيمتي فهو آمن فاسمعوها فاللي مسك مسك اللي لحب واللي من حيش دخل الخيمة واللي من حيش قاعد يلف حواليه وانتهت بخير وشرب وقبل ما يمشوا الكلمة المعتادة ان احنا جايين العام القادم برضو ماشي مشوا وتفرقوا وبدأت طبعا في الوقت ده فيه شباب في القريش بتكبر اللي كان عنده عشر سنين خالف أربع سنين بقى أربعتاشر واللي عنده أربعتاشر بقى تمنتاشر يعني فيه ناس شباب بتكبر في القريش المهمة في الوقت ده في السنة الأخيرة طلع واحد اللي هو عدبة ابن ربيعة عدبة ابن ربيعة من عد شمس نعم من عد شمس كان موجود معاهم في قلب الحرب دي بدأ الجيش الجيشين هنا كنانا كريش وهنا قايزة عيلان واللي اتنين أساسا أبناء عمومة قيد سعيلان وكنانا أبناء عمومة وكلهم يرجعون لبني النظر بني النظر إذن هنا خرج عدبة بن ربيعة وقال يا معشر مزر يا معشر مدر يا معشر مدر على ما نبق قاتل إحنا بنتقاتل إحنا بنتقاتل إحنا هنفضل نقتل في بعضنا لحد ما ينتهي نسلنا ونسلكم يومي هنا بيموت رجالة وهنا أيضا بيموت رجالة ففي الوقت ده إحنا هنفضل نتقاتل لحد يمت وفي الوقت ده لسادة كريش كانت تعرف أن عد ببن ربيعة هيطلع يتكلم ولكن يعرفه أي حاجة ولكن هو خرج من تلقاء نفسه وقال يا معشر مدر على ما نتقاتل إحنا نتقاتل هنا سيفنا من أبنائكم ورجالكم وانا سيفنا من أبنائنا ورجالنا ولن تكون لنا قائمة خلاص إحنا نرد نتقاتل لحد إمتى فألولوا ماذا تريد قالوا لهم نريد الصلح نريد الصلح فردوا عليه وقالوله وليما نتصالح فإن قتلانا أكثر من قتلاكم نتصالح إزاي وإحنا مقتول من عندنا أكتر ما مقتول عندكم لأن السنة اللي كانت اللي فاتت كانت كريش قتلت منهم عدد لا بأس به على مدار الترد حروب اللي كانوا فاتوا قبل كده فقريش خلاص عليهم فقالوله خلاص إذن عدوا قتلاكم ونحن نعدوا قتلاكم إنتا هتعدوا القتل بتوعكم وإحنا نعد القتل بتوعنا ونشوف مين لأكتر وبدأ الإحصاء في الأعداد هنا وهنا 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 لحد ما لقوا أن قيس عيلان مقتول منهم زيادة عشرين رجل يعني مقتول من عندنا عشرين زيادة في الوقت ده جه حرب ابن أمية وتكفل بدفع دية ليهم للعشرين رجل واحد وهنا انتهت حرب الفجار حرب الفجار في مكة المكرمة وأقدر أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه وعرضاه أن الاثنين شاركوا في حرب الفجار وهنا تكون قريش عز العرب وإن كان عندهم من المال الوفير والكسير 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 لأن القريش كانت أعز 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 العرب ونقع لقول الله سبحانه وتعالى حينما قال في الوليد ابن المغيرة قرمي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا إذن ذكر مال الوليد ابن المغيرة والوحيد لقب به الوليد ابن المغيرة لقصرة ما كان له من المال وقصرة ما كان له من الحكمة فلقب بأنه الوحيد وفي الآية التانية تبكية أبي الهبن وتب ما أغنى عنه ما له إذن رب الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر مال أبو الهب فهنا نقدر نقول إن قريش كانت أعز أعز العرب وكانت قريش أغنى أغنى العرب إلى أن حرب ابنه ما يدفع عدية عشرين رجلا لوحده يعني ودية الراجل كانت عشرة من الإبل فتقدر تضرب عشرة في عشرين فهنا يبين لنا إن قريش كانت أعز أعز العرب وأغنى ويكون هنا خلصة حرب الفجار واتمنى أن تكونوا استمتعتوا معايا لو عجبتكم الحلقة منسوش تتركوا معايا وتفعلوا زر الجرس وتعملوا مشاركة الحلقة عشان توصل لكل الناس شكرا لكم وأنا مبسوط جدا جدا بحضراتكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته